السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السادس في مقرر المهارات الرقمية والفصل الدراسي الثالث عنوان درسنا هو مستشعرات الروبوت وهو تابع للوحدة الثالثة بعنوان المستشعرات في علم الروبوتات أهلا بك في هذه الوحدة ستتعرف على مستشعرات الروبوت المختلفة وستتعلم كيفية برمجة روبوت EV3 في بيئة أوبن روبرتالاب للتحرك من خلال معلومات المسافة ومستشعر الألوان وكيفية اتخاذ قرارات بناء على معلومات المستشعرات كما ستتعلم كيفية اختبار البرنامج وتصحيحه وإضافة المزيد من الكائنات في مشاهد المحاكاة ستتعلم في هذه الوحدة ما هي المستشعرات وأهميتها ما هي مستشعر الموجات فوق الصوتية للروبوت EV3 وكيفية برمجته لاستشعار المسافات وما هي مستشعر الألوان للروبوت EV3 وكيفية برمجته لاستشعار الألوان واختبار البرنامج وتصحيح الأخطاء أيضا سنتعرف على برمجة الروبوت لاتخاذ القرارات كيفية إضافة كائنات وتلوين المساحات في مشاهد محاكاة الروبوت كيفية إنشاء خريطة في مشهد المحاكاة باستخدام العوائق والمساحات الملونة أما الأدوات التي ستحتاجها لدراسة هذه الوحدة هو أوبن روبرتالاب هل تذكر؟ يمكنك في بيئة أوبن روبرتالاب استخدام لبنة التوجيه لتحريك الروبوت ورسم دوائر ذات مساحات مختلفة كما نشاهد في البرمجة الأولى والثانية مثلا هذه البرمجة تجعل الروبوت يرسم دائرة بهذا الحجم أما البرمجة الثانية فهي تجعل الروبوت يرسم دائرة بهذا الحجم بناء على سرعة العجلة اليمنى في كلا البرمجتين أيضا هل تذكر أنه يمكنك برمجة الروبوت لرسم أشكال هندسية متكررة الأضلاع بسهولة كالمثلث والمستطيل باستخدام لبنة التكرار مرة من فئة التحكم كونترول مثلا باستخدام هذه البرمجة سنرسم المثلث أو سيقوم الروبوت برسم المثلث فعدد التكرارات ثلاثة جميع هذه البرمجيات قمت بتصميمها وإعدادها في مراحل سابقة أيضا نتذكر أننا قمنا برسم المستطيل باستخدام هذه البرمجة والتكرار لمرتين لرسم الضلع الطويل والضلع القصير من المستطيل أيضا يمكنك أن تتذكر أنه يمكن برمجة الروبوت لرسم شكل سداسي أو أي مظلع آخر يمكنك كذلك استخدام لبنة تردد التشغيل بالهرتز من فئة الحدث لبرمجة مؤثرات صوتية للروبوت تمكنه من إصدار أصوات ذات تردد ومدة معينة كما تشاهد في هذه المقطع البرمجي وهذا هو التنفيذ لهذه الرسمة جميع هذه المقاطع البرمجية قمت بدراستها سابقا يمكنك في بيئة المحاكا عرض شاشة الروبوت من خلال الضغط على هذه الأيقونة التي تظهر أمامك وهي لفتح أو غلق شاشة عرض الروبوت Open or Close the Robots View ويمكنك برمجته لعرض رسائل باستخدام لبنة عرض النص Show Text من فئة الحدث Action مثلاً لاحظ النص الذي سيظهر في هذه الشاشة باستخدام هذا المقطع البرمجي يمكنك برمجة الرسائل ليحتفظ بها لفترة معينة باستخدام لبنة انتظر ملي ثانية Weight MS ثم مسح عرض الروبوت باستخدام لبنة مسح العرض Clear Discipline مثلاً عند انتهاء الروبوت من رسم هذا السداسي ستظهر هذه الرسالة لمدة 200 ملي ثانية ثم بعد ذلك سيحدث Clear Discipline أو مسح للشاشة أما في هذا الدرس فنتحدث عن مستشعرات الروبوت Sensor لبنات فئة المستشعرات مستشعرات الموجات فوق الصوتية مستشعر الألوان اختبار البرنامج وتشخيص الأخطاء كيف يمكنك تحريك الروبوت؟ كيف يتحسس الروبوت ويتفاعل مع البيئة من حوله؟ ما العلاقة بين المستشعرات وحواس الإنسان؟ هل سبق شاركت في إحدى مسابقات الروبوت؟ وما رأيك؟ إجابات هذه التساؤلات من خلال درسنا لهذا اليوم مستشعرات الروبوت Sensors بما أن الروبوتات ليس لديها أي حواس مثل البشر فإنها تحمل مستشعرات من أجل إدراك بيئتها والتنقل خلالها وتنفيذ العديد من المهام تم تجهيز الروبوت الافتراضي في بيئة محاكاة أوبر روبرتا لاب بنفس المستشعرات التي تم تجهيز روبوت EV3 المادي بها وهي كالتالي مستشعر الموجات فوق الصوتية يكتشف العوائق أمام الروبوت مستشعر الألوان يستخدم لكشف الألوان أو الضوء مستشعر الجايروسكوب يقيس مدى سرعة دوران الروبوت مستشعر اللمس يستجيب للضغط عليه أو تحريره أو حين الارتطام توصل المستشعرات أو توصل المستشعرات والمحركات بمعالج الروبوت المادي من خلال أسلاك التوصيل للحصول على الطاقة وتبادل المعلومات حيث تسمى نقاط الاتصال هذه بالمنافذ في روبوت المحاكاة يحدد المنفذ الذي يشغله كل مستشعر بشكل افتراضي كما يحدد برقم فهذا مثلا مستشعر الجايروسكوب وهنا يظهر المنافذ وهنا مستشعر اللمس وهنا مستشعر الألوان وهذا مستشعر الموجات فوق الصوتية هذا في روبوت EV3 في المقابل في روبوت أوبن روبرتالاب أو الروبوت الافتراضي فهنا يظهر مستشعر اللمس وهنا مستشعر الجايروسكوب وهنا مستشعر الموجات فوق الصوتية وهنا مستشعر الألوان لبنات فئة المستشعرات تحتوي فئة المستشعرات سينسورز في بيئة المحاكاة على اللبنات البرمجية الخاصة بالمستشعرات وهنا هذه هي الفئة فئة سينسورز أو المستشعرات هذه لبنة The Distance CM Ultrasonic Sensor مستشعر الموجات فوق الصوتية والمسافة بالسنتيمتر في كل لبنة مستشعر أو في كل لبنة مستشعر يمكنك رؤية المنفذ الافتراضي للمستشعر لبنة The Color Sensor مستشعر الألوان مستشعر الموجات فوق الصوتية مستشعر الموجات فوق الصوتية للروبوت EV3 هو مستشعر الرقمي يمكنه قياس المسافة بين الروبوت وأي كائن أمامه ويتم ذلك عن طريق إصدار موجات صوتية عالية التردد ثم قياس المدة الزمنية التي يستغرقها الصوت للإنعكاس من الكائن الذي يوجد أمام الروبوت حين رجوعه إلى المستشعر كما ترى في هذا المثال أمامك يتم إرسال هذه الموجة الصوتية العالية التردد وبعد ذلك يتم ارتداد هذه الموجة في حال وجود كائن أمام الروبوت المدة الزمنية هي التي ستحدد مكان هذا الكائن بالنسبة للروبوت يتم استخدام لبنة مستشعر الموجات فوق الصوتية الترسونيك سينسور من فئة المستشعرات سينسورز لبرمجة قياس المسافة بين الروبوت والكائن الذي أمامه ستنشئ مقاطع برمجية باستخدام مستشعر الموجات فوق الصوتية أو مستشعر الألوان في هذه المقاطع ستستخدم لبنات برمجية محددة لتوجيه الروبوت للحركة والتوقف عندما تكتشف المستشعرات مسافة أو لونا محددا كما تشاهد في الصور أمامك هذه تمثل لبنة القيادة Drive في القسم Action لبنة القيادة Drive تستخدم لبنة القيادة من فئة الحدث Action للتحكم في اتجاه الروبوت للأمام أو للخلف وكذلك سرعته كما يمكنك ضبط سرعة الروبوت عن طريق ضبط معامل نسبة السرعة Speed% الخاصة باللبنة هذه لبنة Drive أو القيادة وهذه سرعة المحركات وهذا يمثل اتجاه الحركة وعلى عكس اللبنة الأولى من فئة الحدث Action فإن هذه اللبنة لا تحدد المسافة التي يتحركها الروبوت كما تشاهد أن هناك فرق بين اللبنة الأولى والثانية فالأولى فيها تحديد للمسافة Distance أما في اللبنة الثانية فلا يوجد هناك تحديد للمسافة لإيقاف الروبوت يمكنك استخدام لبنة برمجية أخرى فيما بعد حيث تحدد متى يجب أن يتوقف الروبوت لقد استخدمت في البرامج لبنة القيادة Drive الأولى من فئة الحدث Action التي تجعل الروبوت يتحرك بسرعة معينة لمسافة محددة لبنة الانتظار حتى تنتمي لبنة الانتظار حتى Wait Until إلى فئة التحكم Control وتساعد البرنامج على معرفة وقت التوقف والانتظار لحدوث شيء ما فعلى سبيل المثال إذا كنت تتحكم في روبوت قد يحتاج البرنامج إلى الانتظار حتى يصل الروبوت إلى مكان محدد قبل تنفيذ شيء آخر أو قد يحتاج البرنامج أيضا إلى الانتظار حتى يكتشف المستشعر شرطا ما قبل تنفيذ شيء آخر يوضح المثال الآتي أن البرنامج متوقف مؤقتا حتى يتم الضغط على مستشعر اللمس Touch فهذه هي لبنة Wait Until أو الانتظار حتى وهنا تحتوي لبنة Wait Until على قائمة متعددة من لبنات أو المستشعرات Sensors وهنا يمكنك تحديد كل مستشعر من خلال شرط معين بعد ذلك ستستخدم لبنة الانتظار حتى Wait Until لتوجيه الروبوت لمواصلة التحرك إلى الأمام حتى يكتشف مستشعر المسافة مسافة محددة من العائط تسمح لك القائمة اليسرى للبنة الانتظار حتى Wait Until بالاختيار بين لبنات المستشعرات المتعددة بعد ذلك ستستخدم لبنة الانتظار حتى Wait Until مع لبنة مستشعر الموجات فوق الصوتية والمسافة بالسنتيمتر Distant CM Ultrasonic Sensor هذه هي لبنة مستشعر الموجات فوق الصوتية والمسافة بالسنتيمتر تم إعداد لبنة الانتظار حتى Wait Until في البرنامج لإيقاف البرنامج مؤقتا عندما يقيس مستشعر المسافة فوق الصوتية مسافة أقل من 30 سنتيمتر من أقرب كائن أمامه بمجرد تحديد لبنة Ultrasonic Sensor وهو موجات مستشعر الموجات فوق الصوتية يتم وضع شرط محدد في لبنة Wait Until يتم توصيل مستشعر الموجات فوق الصوتية والمسافة بالسنتيمتر افتراضيا بالمنفذ رقم 4 لربوت المحاكاة وهنا يظهر أن الربوت نريده أن يتوقف عندما تكون المسافة 15 سنتيمتر فستنشع مقطعا برمجيا لاختبار قدرة مستشعر الموجات فوق الصوتية على اكتشاف كائن على مسافة أمامه وبشكل أكثر تحديدا ستبرمج الربوت للتحرك للأمام حتى اكتشاف جدار خريطة المشهد على مسافة 15 سنتيمتر منه يمكنك أيضا فتح أو إغلاق عرض بيانات المستشعر Open or Close the Sensors Data View وهي ميزة البيئة التي تتيح لك عرض عدة أنواع من بيانات الربوت في الوقت الفعلي سوف تركز على قيم المستشعر Sensor Values وعلى وجه التحديد على قيمة مستشعر الموجات فوق الصوتية لاختبار مستشعر الموجات فوق الصوتية من فئة Action الحدث أضل أضف لبنة Drive القيادة كما يشير إليه رقم واحد ومن فئة Control أو التحكم أضف لبنة Wait Until كما يشير إليه رقم اثنان حدد لبنة Distance CM Ultrasonic Sensor وهو مستشعر الموجات فوق الصوتية والمسافة بالسنتيمتر من القائمة المنسدلة على يسار لبنة Wait Until اضغط على الرقم الافتراضي 30 واكتب 15 كما يشير إليه رقم 4 اضبط المقارنة لتكون من القائمة المنسدلة على اليمين لبنة Wait Until الانتظار حتى كما يشير إليه الرقم 5 اضغط لفتح Simulation View أو عرض المحاكاة في هذا الزر الذي يشير إليه رقم 6 حدد خريطة المشهد من خلال الضغط على الزر المشار إليه برقم 7 اضغط لفتح Sensored عرض بيانات المستشعر على الزر المشار إليه بالرقم 8 فتظهر لديك Sensor Values اضغط لفتح عرض بيانات المستشعر من خلال هذا الزر ثم بعد ذلك سيتم عرض بيانات المستشعر وهنا قيم المستشعر Ultrasonic Sensor قبل بدء تشغيل البرنامج يكتشف المستشعر الموجات فوق الصوتية للروبوت المكاحب الأزرق الموجود في هذا المشهد على مسافة 124 سنتيمتر شغل البرنامج باستخدام هذا الزر المشار إليه بالرقم 9 ستلاحظ أن الروبوت سيستمر في التحرك للأمام ومن المفترض أن يتوقف عندما يتبقى 15 سنتيمتر عن الحائط هنا نلاحظ أنه توقف هنا المسافة سنتيمتر ونلاحظها أيضا في Sensor Values أنها فعلا 15 في مستشعر Ultrasonic Sensor أو مستشعر الموجات فوق الصوتية يمكنك أيضا وضع عائق الخريطة على مسافة أمام الروبوت وتشغيل نفس البرنامج مرة أخرى أعد الروبوت إلى مكانه حرك العائق ووضعه أمام الروبوت ثم ضغط على زر التشغيل ستلاحظ أن الروبوت سيتعامل مع العائق كما تعامل مع الحائط سيتوقف قبله بـ 15 سنتيمتر اضغط على زر عرض شاشة الروبوت ولاحظ القيمة التي أمام Ultrasonic Sensor التطبيق العملي من قسم Action اختر Drive ثم من قسم Control اختر Wait Until غير المستشعر واختر Distance CM Ultrasonic Sensor مستشعر المسافة غير الثلاثين إلى خمسة عشر التشغيل اضغط على Simulation View غير المشهد Change the scene شغل الروبوت باستخدام زر التشغيل اضغط على عرض شاشة الروبوت حتى تلاحظ القيم التي أمام Ultrasonic Sensor نأتي الآن إلى مستشعر الألوان مستشعر الألوان Color Sensor في روبوت EV3 هو مستشعر رقمي يمكنه اكتشاف لون سطح معين أو شدة الضوء المنعكس على هذا السطح عند سقوط شعاع الضوء الأحمر للمستشعر عليه يمكن أيضا لمستشعر الألوان في روبوت EV3 قياس شدة الإضاءة في بيئته المحيطة مثل ضوء الشمس القادم من النافذة أو ضوء المصباح يمكن كذلك استخدام الأوضاع المختلفة لمستشعر الألوان في روبوت EV3 في بيئة المحاكاة من قائمة لبلة الانتظار حتى Wait until ستنشئ مقطعا برمجيا باستخدام مستشعر الألوان في وضع الألوان Color Mode هذا هو وضع الألوان وهنا وضع الإضاءة Light Color Sensor وهذا هو وضع الإضاءة المحيطة سوف تنشئ مقطعا برمجيا ليتحرك الروبوت حتى يكتشف مستشعر الألوان اللون الأحمر في هذا المثال ستختبر مستشعر الألوان في وضع الألوان إذن لاختبار مستشعر الألوان من فئة لبنات Action الحدث أضف لبنات Drive القيادة كما يشير إليه رقم واحد ثم من فئة Control التحكم أضف لبنات Wait until كما يشير إليه رقم اثنان حدد لبنات Color Color Sensor لون مستشعر الألوان من القائمة المنسدلة على يسار لبنات Wait until كما يشير إليه رقم ثلاثة تأكد من اختيار اللون الأحمر كما يشير إليه رقم أربعة هذه هي السرعة الافتراضية للروبوت وهنا يتم توصيل مستشعرات الألوان افتراضياً بالمنفذ رقم ثلاثة لروبوت المحاكاة استخدام علامة يساوي وهي الإعداد الافتراضي لبنة المقارنة شغل المقطع البرمجي في خريطة المشهد الآتية عليك سحب ومحاذاة الروبوت في اتجاه المناطق الملونة إذن في المثال 2 استخدم عرض بيانات المستشعر لملاحظة الألوان التي يكتشفها مستشعر الألوان في الروبوت أثناء تحركه قبل أن يصل الروبوت إلى المناطق الملونة يكون فوق المنطقة البيضاء من المشهد حيث يكتشف المستشعر اللون الأبيض هنا خريطة المشهد ذات المناطق الملونة وهنا يظهر أنه تم اكتشاف اللون الأبيض يمكن للسيارة ذاتية القيادة اكتشاف الألوان المختلفة لإشارات المرور ويمكن للروبوت فرز العناصر المختلفة حسب لونها عندما تشغل المقطع البرمجي وحركة الروبوت للأمام سيعبر الروبوت المناطق الملونة الآتية الأزرق والأصفر والأخضر والأحمر من المشهد ويكتشف مستشعر الألوان ألوانها وعند اكتشاف اللون الأحمر سيتوقف الروبوت مباشرة عن الحركة هنا تم اكتشاف اللون الأزرق وهنا تم اكتشاف اللون الأصفر وهنا تم اكتشاف اللون الأخضر وهنا تم اكتشاف اللون الأحمر وهي نقطة توقف الروبوت يجب اختبار البرنامج الموجه للروبوت للتأكد من سلامته ودقته وخلوه من الأخطاء كما يجب تحديد موقع أي خطأ في البرنامج وتصحيحه وتسمى هذه العملية بإجراء تصحيح الأخطاء Debugging Procedure أولاً تتمثل الخطوة الأولى في تحليل أخطاء البرمجة لتحديد موقع الخطأ بشكل صحيح إذن حدد الخطأ ثانياً فكر في الحل اكتشف سبب خطأ البرنامج ومصدره ثم ابحث عن الحلول الممكنة جرب كافة الحلول الممكنة واختر الأفضل عبر خطوة تصحيح الخطأ بعد ذلك أعد اختبار البرنامج أي نفذ البرنامج التحقق من تصحيح الخطأ بعد اختيار أحد الحلول وإذا تكرر نفس الخطأ كرر الخطوات مرة أخرى حتى تصل إلى النتيجة الصحيحة النهاية لقد توصلت إلى حل أو تم حل أخطاء البرنامج ننسى أن نعاود الخطوات في حال وجود أخطاء يمكنك تشغيل برنامج في وضع التصحيح debugging mode في open roberta lab ينفذ زر step forward خطوة إلى الأمام تشغيل البرنامج خطوة بخطوة وهذا هو وضع التصحيح يفتح زر الأيقونة bug خطأ تقني عرض المحاكاة في وضع التصحيح التقويم حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي أمامك هذه العبارات قم بقراءتها والتفكير في حلولها ناهية إجابة العبارة الأولى أحسنتم إجابتها خطأ العبارة الثانية أحسنتم إجابتها أيضا خطأ أما العبارة الثالثة أحسنتم إجابتها خطأ الرابعة أحسنتم أيضا إجابتها خطأ إذن في هذا الدرس تحدثنا عن مستشعرات الروبوت لبنات فئة المستشعرات مستشعرات الموجات فوق الصوتية مستشعر الألوان واختبار البرنامج والتشخيص الأخطاء نشكر لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم ونلقاء بإذن الله في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر